السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين في الدنيا النهاردة هنعمل مع بعض الكابسة السعودي بس هنعملها بمقادير موجودة عندنا كلنا في البيت وكمان هنعملها بطريقة اقتصادية يعني النهاردة هنعمل كل اللي انت شايفها قدامك ده الكابسة وكمان الستريبس اللي حواليها وكمان لسه فيه كلمية بقية من الستريبس في الطبق كل اللي انت شايفها ده بنص كيلو بس من صدور الفراخ يعني انا مش محتاجة اجيب فرخة كاملة بمبلغ وقدره ولا اروح اشتري رز بسمتي النهاردة هنعملها بالرز المصري يا بنات والله وهتكلي احلى كافسة حرفيا لو جربتيها مش هتبطل تعمليها تعالي نشوف مع بعض هنحتاج ايه علشان نعمل الكابسة اللي انت شايفها قدامك دي وهي والله يا بنات بتتكلم عن نفسها والستريبس عندي هنا انا فيه كده غلطة عملتها بس انا هقولك عليها عشان انت ما تعمليهاش وما تقعيش فيها ويطلع معاك الدنيا مظبوطة والمقادير مظبوطة بالمل يلا بينا اول حاجة هنا عندي ربع كيلو منص دول الفراخ متقطع مكعبات طبعا مكعبات صغيرة عشان تستوي معا وقت تسوية الرز عندي بص على متوسطة مفرومة ناعم عندي ارن كبير من الفلفل الرومي متقطع صغير عندي تلات حبات من الطماطم متقطع برضو مكعبات صغيرة عندي بقى هنا البهارات الجافة اربع ورقات من اللوري واحدة لومي معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ولو مش حباة ممكن تستضيب فلفل اسود مطحون تلات حبات من الحبهان وخمس حبات من القرنفل الجافة عندي بقى هنا البهارات البودر معلقة كبيرة من الكركم معلقة كبيرة من البصل الصغيرة من البابركة عندي معلقة صغيرة من كاري معلقة صغيرة من اللوري المطحون معلقة صغيرة من الجنزبي للبودر معلقة صغيرة من القرفة ويمكن تستبدلة بعود من القرفة عندي معلقة صغيرة من الطم البودر's كدة يا بنات خلصنا البهارات بتاعتنا يلا بينا نشوف هنعمل اين первый شيء هنا عندي هنزل في الحالة البصلة بتاعتي على بقى هو強 من الزيت انا كنت نزلة بزيت من الاول في الحلة هنزل طبعا عليه بالبصل وهضي في نص معلقة صغيرة من الملح دي بتخلي عندي البصل تحمره اسرع انا مش هخليها تحمره او انا بس عايزة اخد لون ده بفتح جدا هنزل بالتوابل الجفة وهقلب لحد ما اشم بس ريحة التوابل انا مش عايز التوابل بتاعتي تتحرق بعد كده هنزل عندي بمكعبات الفراخ ومش هقلبها هسيبها بس الاول لحد ما تاخد صدمة من تحت هبدأ قلبها زي ما انت شايفة كده لحد ما تاخد معايا كلها لون ابيض من فوق ومن تحت هنزل بالفلفل بتاع الرومي وهقلب لحد ما الفلفل بتاعي ياخد لون فاتح بس كده هنزل بالتوابل ومش هستنى عليها كتير عشان ما تتحرقش معايا بعد كده هنزل الطماطق وهقلب الكلام ده مع بعضه كله كده تقليبة كويسة وهنزل بعد كده عندي 3 معالق من الصلصة ودي يا جماعة اساسي علشان بتخلي عندي لون الكابسة كده حلو جدا هنزل عندي مقدار المية السخنة ودي مية سخنة مغلية انا استخدنت هنا حوالي 3 كبيات تل ربع من المية المغلية لانه انا كان عندي مقدار الرز حوالي 3 كبيات فقللت ربع كباية علشان لسه عندي طماطم هتنزل المية فعايز الرز عندي يطلع مظبوط ومفلفل مش عايز ازود مية علشان مطلعش معاجل وهنا لما قلت لقيت نحتاجة نص كباية زودتها كمان فانتي بتزودي على حسب نوع الرز بتدي الرز المقدار المزدود بتاع المية وبتقليلي عنه حوالي بس ربع كباية علشان الطماطم هتنزل المية هنا بعد ما شرابت المية قلبناها التصف بصرف هذه ال mates هناك من الاستريبس معلاقة صغيرة من البابريكا معلاقة صغيرة من الكاري معلقة صغيرة من الفلفل الاسود معلقة صغيرة من الطوم المفروم معلقة كبيرة من الصلصة كوباية مية للنقعة دي بقى الغلطة اللي أنا بقولك عليها أنا كل مرة بعمله بصراحة بحط له كوباية المية بيدوق يعني بدوق فيها كل البهارات وببدأ أنزل فيها الاستريفس بتاعي واسبه في التلاجة لمدة ساعتين مش هقل من ساعتين لو هعمل وطبعا يبقى أحسن لو سبتيه فترة أكبر من كده المرة دي أنا محطتش كوباية المية دي وقلت أشوف النتيجة هتبقى أي يعني إيه اللي هيحصل لو ما حطتش المية لقيت دا يا جماعة اللي بيحصل أنه التوابل بتلزق عنز في قطع الفراخ ولما بقى جاء للستريبس بتاعي بألاحظ تحت الدقيق كده أنه التوابل لونها غامق عاملة زي ما يكون محروقة كده أو وغدا لون بني غامق تحت الدقيق فبصراحة ما عجبتنيش خالص النتيجة علشان كده أنا بقولك إيه هتستغني عن كوباية المية قلبي فيها كل التوابل وبدأي نقاع فيها الفراخ وطيعت التلاج وهنا دا الاستريبس القديم اللي أنا كنت عامله بصي طالع شكل وهمي دا كنت بنقاعه في المية عشان كده بقولك ما تستغنيش عن كوباية المية زي ما انت شايف عندي هنا كوباية ونص من الدقيق عليهم معلقتين كبار من النش هبدأ أنزل بالقطع الاستريبس قلبيها الأول في دقيق بس من غير ما ضغطه حاولي تخلي ايدي خفيفة على القطع الاستريبس علشان ما تضيعيش شكلها والتعريجات الجميلة بتاعتها اللي كلنا بنحبها هنزل بالستريبس عندي مرة في الدقيق وبعد كده هرجع أحطه مرة في المية وهرجع للدقيق تاني وبعد كده هحطه عندي في طبق جنبي هعمل الخطوة دي لحد نعمل حوالي أربع أو خمس قطع على حسب الحلة بتاعتي ما تاخد طبعا أنا هنا عندي هقلي في حلة لأن أنا لو قلت في الطاصة الاستريبس عايز زيت غزير فطبعا هتطار حط كمية كبيرة جدا في الطاصة وبرضو مش تديني النتيجة اللي أنا عاوزها فأنا هنا عندي بعمل حوالي أربع أو خمس قطع على مقدار حلة صغيرة عندي أقلي فيها وبعد كده بابدأ قليه وأروح أعمل غيره وبخلي النار عندي هنا متوسطة يا بنات علشان يطلع عندي لون ضهبي ويستوي من جوه أنا هنا للأسف بس مضبطتش الكادر بتاع الكاميرا على الحلة وهي فيها الاستريبس بتقلي فما عليش تسمحوني بس هي باين منه حتى لو أنت مركزة معي هتبقى شايفة الاستريبس وبتقلي هنا عندي الرز بتاعي تشرب واستوي وزي الفل طبعا غرفنا الرز بتاعي يا جماعة بصي عملنا له بقى جرنش كده خفيف وحطينا حوالي قطع الاستريبس وكمان مش دي يعني مش دي كل قطع بتاع الاستريبس بتاعتي أنا هنا عندي كمان في الطبق باقي باقي القطع بصي عايز أقولك أن دول عملوا حوالي 13 قطع من ربع كيلو صدور عملنا حوالي 13 قطع من الاستريبس وعملنا كمان كمية حلوة جدا من الكابسة يعني شوف لو انت هتدخلي محلوة تطلبي كمية دي هتدفع فيها قد ايه وكمان وفرنا وعملنا بالرز المصري مش محتاجين خالص يا جماعة ان احنا يكون عندنا رز بسمتي علشان نعمل الكابسة هعمل عندي بالمتوفر في البيت عايز أقولك بجد الوصفة وهمية صدقين لو جربتيها هتعجبك جدا ومش هتبطل تعمليها ومش هتشتر رز بسمتي تاني علشان تعملي الكابسة ودي يا جماعة والله وصفة حصري عندي هنا على القناة ياريت لو عجبتك الوصفة تعملي لايك وشير واشتراك في القناة وتقولي رأيك الجميل في كومنت وحب اعرف بتتابعوني من انهي بلد اشوفكم على خير الفيديو الجاي